السلام عليكم معكم اسلام البلتاجي ويا رب تكونوا كلكم بخير وسعادة اللهم امين يا رب العالمين لو متعلم ومهتم بالهجرة الامريكا او الهجرة الكندا يبقى لازم لازم تعادل شهادتك وهقول لكم عالتفصيل اهلا وسهلا بكم وقبل ما نبدأ يلا نستبشر بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون ويلا نبدأ بحلمك اللي اتحقق او اللي لسه هيتحقق ان شاء الله حلم الهجرة الامريكا او الهجرة الكندا بس خليني اسألك سؤال مش شايف انه حرام انك تسافر وتبتدي من الصفر مش حرام خمستاشر او ستاشر سنة دراسة وتعب ومصاريف يروحوا هدر طيب خلينا بشركم بالخير واقول لكم ان اتعادكم مش هيروح هدر وان شاء الله تقدروا تعادلوا شاهداتكم وتشتغلوا بيها او تدرسوا بيها سواء في امريكا او كندا والكلام ده عن تجربة شخصية واللي انا عادلت فيها شهدتي عن طريق موقع world education services او wes.org والموقع ده جماعة وظفته انه هو بيعادل الشهادات عشان يعترف بيها سواء في امريكا او كندا لحد كده تمام ولكن اكيد حتسأل السؤال ده هل هو ده الموقع الوحيد اللي بيتم عليه معادلة الشهادات لا طبعا في موقع تانية كتير ولكن سبب كلامي على موقع wes ان انا شخصيا عادلت الشهادات بتاعتي عليه وبفضل الله قدرت اشتغل مدرس في مدرسة حكومية امريكية بفضل wes اللي اثبت حصولي على درجة باكاليريوس او الباتشلور ديجري في بلدي الام وهي مصر طيب في البداية عايزين نعرف ايه هي معادلة الشهادة معادلة الشهادة بكل بساطة هي مقارنة تقديراتك في بلدك الاصلي مع التقديرات في امريكا وكندا وطبعا مقارنة اسماء التخصصات والمواد في بلدك الاصلي مع اسماء التخصصات والمواد في امريكا وكندا طيب وموقع wes او وزفته ايه موقع wes وزفته انه بيتحقق فعلا من حصولك على المؤهل الفلاني في بلدك وبيكتب بيه تقرير اللي هو طبعا معترض دي في امريكا وكندا وكمان بيكون مذكور في التقرير المواد اللي انت درستها في بلدك وعلى كده ايه المستندات المطلوبة المستندات عمتها هتكون شهادة المؤهل بالانجليزي وبيان المواد بالانجليزي وطبعا ما تنسوش الاختام وعشان اكون دقيق معاك احيانا المستندات المطلوبة بتختلف من بلد لاخر فاحسن حاجة تعملها انك تدخل على الويب سايت وتختار جهة التقرير سواء امريكا او كندا وتختار بلدك وهل كملت دراسة ولا لسه بتدرس والنوع المؤهل الدراسي سواء تعاليم عالي او تعاليم متوسط واسم جمعتك واسم المؤهل وبعدين تضغط على View Requirements هيظهر لك كل المستندات المطلوبة طبعا بعد كده هتضغط على Start Application والموضوع سهل جدا مجرد ادخال بيانات وبعد ما تدفع الفلوس هتاخد Reference Number خاص بي بعد كده يا حلوة هتطلع على جمعتك وتخلص كل المستندات المطلوبة وبعد ما تتأكد ان اسمك مكتوب بطريقة صحيحة على كل المستندات وكمان تتأكد ان المستندات مختومة هتحطهم في الظرف وتقفله واخد بالك ان الظرف المقفول لازم يكون عليه ختم الجامعة في النص على مكان اللاسق كمان تخلي الشخص الاداري اللي ختم لك ختم الجامعة يمضي اسمه على يمين ختم الجامعة واوعى تنسى تكتب Reference Number على الظرفه من برا وبكده يا حلو الظرف جاهز انه يدعت على WES طبعا قدامك اختيارين الاختيار الاول ان الجامعة هي اللي تبعته على WES وده طبعا عمره ما يحصل والاختيار التاني انك تستلم الظرف المقفول من الجامعة وتبعته انت بنفسك على WES على اي شركة شحنة رياحك وطبعا لازم تتأكد ان انت وانت بتبعت على عنوان WES الامريكي او عنوان WES الكندي وطبعا ده بيرجع الاهتمامك انت فلو انت مهتم بالهجرة الامريكا هتبعته على WES الامريكي ولو مهتم بالهجرة الكندا هتبعته على WES الكندي بعد اسبوعين تقريبا ال WES هيبعته لك ايميل يطمنوك فيه على انهم استلموا المستندات الخاصة بيك وان شاء الله يرد عليك تاني بعد مراجعتهم بعد ما يتأكدوا ان كل حاجة تمام ال WES هيبعته لك نسخة ديجيتل على الايميل بتاعك عقبال ما يبعته لك المستند الورقي على العنوان اللي حضرتك كنت كتبته بالابليكيشن في الاول خالص وبكده مبروك عليكم كلكم معادلة الشهادة وبالتوفيق ان شاء الله عندي ملاحظات مهمة جدا جدا جماعة لازم تتأكدوا منها واحد المستندات تكون حقيقية مش مزورة عشان ما تضيعش وقتك وفلوسك اتنين اتأكد ان اسمك مكتوب بطريقة صحيحة لكل المستندات تلاتة اتأكد ان كل المستندات مختومة اربعة كتابة الريفرنس نمبر على الظرف المغلق خمسة ختم الجامعة على الظرف المغلق في المنتصف وعلى يمينه امضاء الشخص الاداري اللي ختم لك ختم الجامعة ستة خد بالك ان فيه موقعين WES لامريكا وWES لكندا فشوف انت ناوي الهجرة على اي بلد واعمل التقرير عليه ان شاء الله طيب فرضا شخص عمل تقرير امريكي وربنا كتب له الهجرة لكندا يعمل ايه الموضوع ده يا جماعة حصل لشخص اعرفه وللأسف بعت ايميل للWES ومحدش رد عليه فانا بحست في الموضوع ده لغاية تم شفت الاجابة دي واللي بتقول على الرغم ان معظم المؤسسات الكندية بتقبل تقرير WES الامريكي بس احنا بننصحك انك تسأل الاول مؤسسة التعليمية الكندية قبل ما تعمل order للتقرير الامريكي ولو المؤسسة التعليمية الكندية طلبت تقرير كندي يبقى للأسف لازم تعمل تقرير جديد على موقع WES الكندي سبعة نصيحة مني يا جماعة لما تيجي تعمل تقرير الWES يريد تختار course by course عشان التقرير ده افدني جدا في شغلي وكمان افدني لما حبيت ادرس في Sullivan University عشان تم نقل الكريدت لأربع مواد عشان كانوا مذكورين في تقرير course by course وطبعا ده وفر عليه مجهود ووقته كمان فلوس تمانية التقرير ده يا جماعة بيتعمل مرة واحدة في الحياة وهيكون عند الWES on file يعني متخزن عندهم فلو قدمت في شركة على شغل او قدمت على تعليم في جامعة كل اللي عليك تعمله انك تتواصل مع الWES وتطلب منهم ان هما يبعتوا report على الشركة اللي انت عايز تشتغل فيها او الجامعة اللي انت عايز تدرس فيها وكمان بتدفع 25$ على كل تقرير بتطلبه من الWES وعلى فكرة حتى لو مش عايز تدرس من مصلحتك انك تثبت حصولك على مؤهل دراسي ان ده حيفرق معاك كتير جدا في الراتب فعلى سبيل المثال انا شغال bilingual teacher وده التايتل بتاعها اسمه بي اي اي ثري وطبعا فيه بي اي اي تو وبي اي اي وان ولكن اعلى راتب ما شاء الله هو البي اي اي ثري وطبعا مش هتحصل على التايتل ده الا اذا اسفدت حصولك على الباتشولار دي جري فياريت مش عايزك بعد كل الكلام اللي انت سمعته ده تكسل تعمل تقرير WES هرام عليك تضيع 16 سنة تعب ودراسة من عمرك وتيجي هنا تبتدي تاني من الصفر الشغل مش عيب وانا شخصيا اشتغلت اربع شهور في مطعم ولكن الحمد لله ملك الملوك دبر لي فاللهم دبر لنا فاننا لنحسن التدبير واهم حاجة جماعة ابشروا بالخير واحسنوا الظن بالله واخدوا بالاسباب وكل حاجات ببرينز ترجمة نانسي قنقر نستغفرك ونتوبوا ليك كاب معاكم اسلام البلتاجي واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي ومع السلامة